السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نظرا لطلبة بعض الاخوات لي طلبوا الحريرة على طريقتي على طريقة الاعرس كيفاش نخدمها في الاعرس سمحولي قدمتكم اليوم طريقة نتاعي الخاصة بسم الله عندي لناي الخضر اكيد الحريرة عندها عدة طرق وعدة انواع على حسب المناطق تاع وهرن تاع مغنية تاع تلمسان ماشي كيف كيف تاع سيدي بالعباس تاع سعيدة المهم لاباز هي التوابل تحب بزاف التوابل والقصبر تحب حشي الشربها ذاك اللي يجي فيه الزريعة البصل تحب الكميان تاع البصل تكون اقل من الطماطم يعني الطماطم اللي تعتمد عليها الحريرة بزاف هي الطماطم تاع الحب ذاك الحمرة الطيبة الله يبارك هنا بسم الله على بركة الله عندي زوج حبات كبار انتاع بصل قطعتهم قطع عشوائية عندي اربع حبات كبار تاع طماطش ثاني طماطش حمرة كما قلنا طيبة قطعتهم قطعة عشوائية زوج حبات جازر الجازر كما قلنا اغلب المناطق يديروا الجازر بالصحة الحريرة تاع العرس والحريرة تاع وهرا ما يديروا لهاش الجازر وما يديرهاش الخضر يديروها فقط بالطماطم والبصل عندك هنا يديروا زوج حبات انتاع جازر ثلاثة فصوص ثوم ثاني عندك زوج زوجة وتاع كرافز حب انتاع قرعة حبة تحر مع الاخر باش نعطروا بيها الحريرة انتاعنا اكيد قلنا الربطة كبيرة انتاع قصبر اللي هو حشي الشربة دبشة ما صبتش اللي فيه زررعة للأسف هذك اللي يجي فيه زررعة هذك هو الميغة الحريرة عندي هنا يكاستة حميسة طيبة اللي ما عندوش طيبة يستعمل حميسة في المرحلة الأولى عندي قطعن تعجاج ولا عظام ولا مرسوة عشحام ولا لحمة صغيرة صدر تعجاج مقطع المهم هذو الأشياء قادرين تستغنوا عليها قادرين حتى طيبو بلا لحوم مغرب العظام برك كلها قدك برك فشح ما برك وقلو مغرف انتاع سمن مغرف ماشي مع مرام انتاع سمن واكيد دل الحريرة تعنا تحب بزا في التوابل التوابل كنوا عندنا حوالي سبعة ولا ثمانية أنواع كنديروهم نستغنوا علي راس الحانوت صدر لا درنا التوابل انتاعنا كامل ما ديريش راس الحانوت انتاع الحريرة بس كو هي دي جارة هي فيه راس الحانوت هنا عندي مغرف انتاع فلفل كحل فلفل كحل شريته حب ورحيتوا في داري كما دايما نوصيكم الكروية في فلفل كحل كمون من المستحسن ترحوهم في داركم عندي نصف مغرف انتاع زعفران قادرة تستغنى عليهم شي ضروري مغرف هذي انتاع قهوة حليب اكيد شي مغرف كبيرة عندنا مغرف قهوة حليب بتاع فلفل كحل اللي هي الحرور في الغربية طرور الحرور عندنا نصف مغرف انتاع زعفران عندنا مغرف ونص انتاع كركم عندنا زوج مغارف اكيد كما قلنا تاع القهوة تاع قهوة حليب انتاع اكري اللي هو بابخيكا ولفلفل حلو حمر يابس ومرحي كل واحد كيفاش يعيطلو لحسب المناطق عندنا مغرف ثاني انتاع زنجابيل وعندنا ثلاث نجمات الارض نجمات الارض اللي عارفها عندنا خمسة حبات خمسة حبات ولا ستان تاع كبابة ولا ربع انتاع ملعقان تاع الكبابة انا هي هنايا ما صبتهاش ما كانت عندي في الدر وما صبتهاش للأسف زوج عواد انتاع قرفة وعندي نصف مغرف تاع ماكلة انتاع الملح القرفة نخلوها في اخر مرحلة الى ما عندكش قرفة في اخر مرحلة نحوها قبل ما نرحو الى ما عندكش قرفة تاع العود ديري اربع مغرف تاع قرفة انتاع الغبرة عندنا التواب اللي ما زلونا هي الكروية وزرعة البس باس هذيك نديروهم مع الاخير في المرحلة الاخيرة في التدويرة لازم باش يبقى باش يبقى لوغوت تاحهم ودايمن انا هذو اكم تشوفو مرحيين رحي وتاعي ماش ترحيل يملح عندي هنا يا زوج مغارف انتاع كروية ومغارف انتاع زرعة البس باس زوج مغارف كروية كروية جديدة اكم تشوفو مازال تغرقي مرحيتها الله يبارك لوغوت تحها ما شاء الله وعندي ثلاث مغارف انتاع تشيشة تاع الشعير عفوا ثلاث مغارف انتاع تشيشة قادرين تستغنوا عليها تديرو في بلاستها نص كاس انتاع العدس ولا نص كاس تاع بواكاسي نص كاس تاع الفول المشمخ عندي مغرف تاع فارينا ونص مغرف انتاع خلي هذيك للتدويرة فارينا مغرف انتاع أكل معمرة ثلاث مغارف قولنا انتاع تشيشة تقدروا تستغنوا عليهم بالعدس ديروا نصف كاس عدس ولا نصف كاس بواكاسي ولا هاني درت هنا يزيت نزيد سمن والجاج نتاعين خليهم يتقلوا شوي قلنا إلا ما درتوش الشعر الشعر نديرو في المرحلة الآخرة تشيش الشعر إلا ما درتوهاش ديروا العدس ولا الفول تلقوهم مع اللول كي تقلوا بيانسي و تلقوهم مع اللول لي باش يطيبوا لكم عندي الكمية نتاعين تاع الباصل نديرها مع الدجاج والسمن يتقلوا لي نخليهم يتقلوا حوالي زوج قايق ثلاثة و بعد نضيف باقي الخضر باقي المكونات هنا يلا حشي الشربة تاعي قسمتوا على زوج الجزء السفلي اللي هو الأغصان راح نديرهم ذركة والجزء العلوي نخليه باش مع اللاخر نعطر به نعطر به الحلات تاعي نتوجه في الشربة ولا نفوت نستعمل الجزء السفلي يمد طعم هايل والجزء العلوي نخليه لآخر مرحلة نطلق الثوم مع البصل و مع الجاج قطعت الخضر انتاعي بطريقة عشوائية راح نطيبهم و بعد نرحيهم تشوفوا طريقة كيفاش نرحوهم ذركة نرحوهم يدويا ندير القصبر انتاعي هذا كله هو الدبشة ولا حشي الشربة ولا نديره ذركة نتلقو نزيد الخضر انتاعي اللي هي قلنا حبا لفت حبا قرعا حبا زرودية الكرافس غصنوا لازوجتاع كرافس كل واحد كيفاش يحبلو ندير التزوج اخصان ملاح تاع كرافس كانوا عندي فثلة جبدة يذبال مسكين هاني كملت عليه نخليهم يتقلوا حوالي عشرة تقايق ربع ساعة كان طيب بارد في بارد بس حولها ما كيما تقلي نضيفو الكمية انتاع الطاماطم انتاعنا اللي هما ربع حبتك بار حموراكم تشوفو حمر الله يبارك كينا قلت لكم السر تاع اللي بنا هي كي تقلي الاكل انتاعك تمديلو حقه في تقليا هنا يعني عندي مغرف ماشي معمران طاماطم قلت لكم انسيت ما قلتها في المكونات هذه هي نقلوا كل شكاين اللي يخليها هذي الطاماطم يخليها اخر مرحلة بس احنا الطاماطم انحبا تتقلى باش تروح لها القروسية تاحها تتقلى مع الخضار انتاعي وقلت لكم السر تاع اللي بنا تعطيها بتاعنا في التقليات تمديلو الوقت انتاعوا في التقلية نضيفو التوابل تاعنا سمحولي ولي ديرهم معي نضيفو التوابل تاعنا بينسي ولي قلنا عليهم اللولين الكروية واسمو البس بس نخليه اخر مرحلة نزيدو شوية خمس دقايق باش التوابل هذو الخضر تتشرب بالتوابل نخلوها خمس دقايق تتقلى نمرقو ثثري ثلاث ونص سنتا علم انا عندي الكمية لحنا مرق بيها هاني ديرا اكوتيل ما يغلي الماد دايما نديروه يغلي كيتمرقي ما يقطع لكش طياب ما ما تاخذش وقت طويل في الكوزينة وانتي قاعدة في الكوزينة هاي جازت لي هنا يا 4 ساعات قلت لي الخضر طلقت العصارة تحها ما شاء الله السر ثاني في المواد العطرية نتاعك كما العشاب العطرية ولا الزريع نتاعك والمهم التوابل استغفر الله يا ربي لازم كما نقولكم ترحوهم علي تكون في الدار هاني مرقت هنا يا ثلثري ثلاثة نتعمة مغلي نمرق ونخليها عشرين دقيقة على حسب الججلة ولا الحمتاعك إلي كان غنمي ديري نص ساعة في الكوكوطة في طنجرة الضغط وإلى جاج عشرين دقيقة خمسة عشرين دقيقة على حسب كبرى الدجاجة أنا هنا عندي قطع صغيرة نخليها عشرين دقيقة في طنجرة الضغط نغطي عليها ومبعد نجبد ونرحي الخضر نتاعي كي هنا هنا ملاحظة تعال البطاطا كي الناس اللي يضيفوا البطاطا البطاطا تصمط لكم الحريرة نسي نحيها من الحريرة واللغر الحريرة تجيل بالنتحة هيلب لبطاطا سبحان الله كيد ضيفي البطاطا الحريرة تاعك تصمط سي الخضر هذي وارجعي للخبر واللغر ما شاء الله قاعد لي كل الحريرة التاعي طيب تهلو في العرس دوموندا الطريقة بعد العرس هذي هي هذي الطريقة المحتمدة نتاعي في العرس هناني درت تشيشة تتشمخ غصلتها هنا وبعد مورا هادرتها تتشمخ ما بيد جزعة عشرين دقيقة هذي كتكون نتفخت شوية نتفخت شوية وهي ما عندهاش نروح في الطياب نشدون هنا نصف كس نتعمها نديروا الفارينة نتعنا هذيك اللي هي مغرفة معمرة بومبي مغرفة معمرة بومبي نتع فارينة نصف مغرفة نتع خل نخلطوهم مع بعضاهم هنا السيدات كالي يخلطو ربع مع غارف ثلثم غارف ومبعد يخلو الخالط ويرمو ستاديغ تخسر الفارينة نتعك اما متون تبذير نخلطو الفارينة هذي حتى يتنحاولنا ليقومو من المستحسن بمذرة بيدا ويتخلطي بفو مانويل تخلطي هنا تضيفي ثانية كروية معها مع زريعة البسباس وشوية في الفلكحل في الفلكحل الكروية زريعة البسباس قلت لكم كاين اللي يدير طمطش تعمل بوطا في هذه المرحلة انا نحبها تتقلطو طمطش تعمل بوطا بينسي ونخلطها ونخلي الخالط نتاعي هذا يصبر حتى كنت تشيشة تاعي طيب نحي الخضار تشيشة تاعي الملح في الحريرة وصدقوني واللغر ما شاء الله يعني كاين عدة طرق تاع الحريرة بس هالحريرة عجبتني هذه يعني جربت عدة طرق هذه الحريرة زيت لها اشياء ونقصت لها اشياء هذه هي اللي عجبتني الزمان بينسي كانوا يوجدوا الفارينة في الليل اللي التدوير يوجدوا الخميرة التاحة في الليل يديروا الفارينة ليلة مقبلة ذي يوجدوا باش يصيبوها شوية بالحموضية بالقرصية هذيك دركة لإكس بخاس نديرو شوية خل فيت فيت باش نربحو الوقت هذي هي معرفش كيفاش نستقطع الفيديو سمحولي هذي المرحلة أنا طولت فيها ما فهمتش عالش طولت فيها سمحولي المهم هنا الخضر تاعي بعد مورو 20 دقيقة هاي طابد نشد كس كس إلا عندك رحي ويدوية تاع الطماطج تاع الزمان خير رحي فيها الخضر ما ترحيش البغاميكسو البغاميكسو غير حير مدلك خالة تثقيل بزاف ماشيت حريرة شجغة عبويون المهم حريرة التقليدية لازم تديريها تصفيها في الكس كاس ولا تديريها في رحي واليدوية هذيك اللي نقولها رحي واتع الطماطج نحي بينسيغ نجيب لابانسات نحي القطعة تاع الدجاج انتاعي أكوتين خليهم يبردون فتتهم نصفي الخضر انتاعي نصفي الحريرة التاعي كامل هذيك نفوت نحي الخضر نمعسها مليح شوية بهذيك الآدات اللي نرحو بيها نديرو بيها على بيوغي ولا المهم كل واحدة وش عندها ترحي بيها قلتلكم رحي واليدوية آخر بس صح هذي ثاني طريقة عملية المهم من نحي الخضر انتاعي نبدأ نمعس فيها بلا ما تنحو هذوك نجمت لرض خلوه نحو القرفة بلا ما تنحو نجمت لرض نصفه كامل نحي القرفة نجمت لرض خليها ما رحش تهمك هذوك اللي يبقى والصغار عادي وظالة ذوك نحي الكامل وشكين في الكوكوطان تاعي نفرغوا قبالة في الكسكاس نرمان و هذه المرحلة ما نصورتهاش نفرغوا قبالة في الكسكاس تتصفى لما رقي خرج على فتنة جرال تحتها نكمل نعبز الخضرات تاعي نرجحها الكوكوطان فوق النار ربع ساعة مع ذيك تشيشة هذيك الطيبلي ذوك نكمل لكم المراحل بيانسيو تبقى و تديرو هذي بهذا الكيفية بس سمحولي والله ما قدرت نستقطع الفيديو ما عرفتش كشو واحدات توريلي كشو واحدة من المتابعات توريلي تقنيات انتع المونتاج ما نعرفلوش الله غالب حاولت بسح ما قدرتش أستاذيان نمدلكم الفيديو كيما عراه ينقصوا نص الكبير سافيا نعرف كيفاش تكوبي وكيفا بسعباش تركبي يروح للمقطع النص الكبير لو كان نكوبي ما نعرفش نكوبي ونركب المقاطع كيما لازم الحال وخلوا لي تعليقاتكم كل واحدة كل سيدات مدلنا الطريقة تحت الحريرة كيفاش تخدمها تاع المغنية يديرونا طريقة تحوم تاع سعيدة يديرونا طريقة تحوم تعم عسكر ويقولونا للعشبة هذيك النوخة هذيك ونصيبوها بس وكين واحد العشبة هما يعطولها النوخة ناس الغرب وين نصيبوها ولا يقولونا الشكل تحاكي فاش تجاي ظالة هالك الحميسة نتاعي والجاج نضيفها في هذه المرحلة الحميسة طيبة كما قلت لكم عندكم حميسة مشي طيبة تديروها تتقلى مع الجاج من المرحلة الأولى هنا عندي الحميسة طيبة مع القطع تعدى الجاج نضيف نزيد تشيشة تاعي والحبة تحر الحر اللي حب تديرها تستغنى عليها هي يعني ما رحش تحر ما رحش دير الحرورية ما رحش يتجي المكلة تاعك حارة برك تجيب نينا لقود تاع الحار يمدلها بالنهيلة هنا يا نخليها ربع ساعة بعد ما تجوز ربع ساعة الطيبة تشيشة تاعي ندير تدويرا تاعي اللي هي كما قلنا الفارينا مخلطة بالتواب الفلفل لكحل كروية مرحية وسمون زريعة البسباس للأسف نصفي هذه الزريعة البسباس من الفوق عجل رحي وانتا يا قلت لكم المهم بعد مروا الربع ساعة والله يعني غير نتأسف على جل طول الفيديو ما كنتش حبته هكذا للأسف لكن تعرفوا الأم كتكن تربي والمسؤولية والخدمة في العارس والغير اليوم وعدت السيدة سنو هذا القوشاني نهضر مع العباليش بسكونا كنت درت فيديو ومن بعد كي دخل أولادي بدأوا يخسروا بدأوا يضاربوا ولواخر ما حبيتش خسروا لي الفيديو استعدا غا عاود نحيط لوسون وهني نعاود شح من دار وجديد جالس تربع ساعة نقص الفرن تاعي ذركا درنا تدويرا هذيك الفارينا حركي غير ديريها حركي أنا راني شد التليفون بيد ونحرك بيد صافي فاتتني شوية ماذا بي كغير ديريها حركي يد شد المغرف ويد شد البول أنا يد راهي شد المغرف ويد راهي شد التليفون للأسف حركي كتشوف في هذه الكمية اللي قلتها لكم يعني بمقادير مضبوطة مغرف هذيك تاع الفارينا هذيك هي يعني جست جست معسس مغرف اللي قلنا عليهم تاعة الشيشة والخوذر هذيك اللي قلنا عليها طيحي فيها جست جست والكمية تاع الماء هني قلت لكم عليها ثلاثة ري ثلاثة ونص تاع الماء وزدنا لهم هذيك النص كسي درناها مع الفارينا وظالة هني رجعت المرقة هنا شوية في البول باش نحيط الفارينا اللي قعدت لي في البول واللاغر جتنا حريرة روعة اللهي بارك وصحية سرتو في الفترة اللي أنا فيها الفترة الشيطوية نحبو بزاف نحبو بزاف الأعشاب وهذو ملاح لنا للإفادة فيها معمرة أعشاب معمرة توابل اللهي بارك ماشي أعشاب يعني ما فيها توابل أكثر من أعشاب كين يزيد لها شوية نعنا أنا الحريرة نحبها بلا نعنا يجيني لو قلتها حيتش بف الشربة فريك لكو ندير لها نعنا الحريرة نديرها غير حشي الشربة وكي ما قلت لكم حشي الشربة هذك اللي يجي بزري عن تاعو هاي طابة الحريرة تاعنا إن شاء الله تجربوها وترجعوا لتعليقاتكم سيوا ديروها مرة في السماء في الأسبوع باسكو فيها فوائد صحية عديدة هالك طابق هالك الأكلة تاعنا في طابق التقديم الحريرة تاعنا في طابق التقديم قلت لكم من الغرب بنينة ما شاء الله وبصحة توليك لها إن شاء الله تجربوها أخواتي إلى الملتقى عن قريب إن شاء الله اللي حبت كاش سؤال ولا كاش فيديو نديرو لها في الدار تخليلي التعليق مرحبا بكم معنا وش هي طيبة للجامعة هنا يا دقتها هاكم تشوفوا الكثفة التحاذية اللي لازم تكون تعالي حريرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته